السلام عليكم في الفيديو هذا سنتكلم في المجال التقني عن الاختيار بالنسبة للشخص اللي يستهدف الوظيفة الشخص اللي يستهدف تأسيس مؤسسة والعميل العادي اللي يستهدف الاختيار الخدمة أو المنتجة المناسب فاتكلمنا على الصعيد الوظيفة الشخص الموظف في المجال التقني هو ملزم أن يجد إجابة للسؤال القائم كيف تحقق الاستقرار الفني في المجال التقني على الصعيد الشخصي كيف تستطيع أن تحقق الاستقرار الفني في المجال التقني بمعنى أنه تتعلم تقنية لغة منصة في اتجاه معين مرة واحدة وتستمر في هذا الاتجاه طيلة تجربتك وخبرتك في المجال حتى تتقنها لأن الإتقان مرهون باستقرار الاستقرار الفني للموظف طيب الإجابة متركة لك تستطيع أن تسألها لأي شخص أخبر منك أو شخص لف سابق تجربة وسنقدم لك النصيحة التي قد تفيدك النصيحة المقدمة هي معرفة محيطك في البلد الذي أنت فيه في السوق الذي أنت فيه معرفة المؤسسات القائمة معرفة المؤسسات القائمة التي تمكنت من تطوير منتج معرفة المنتجات الرائجة في محيطك هو دليل على اللغة والمنصة والتقنية المستقرة التي تستطيع أن تختارها لكي تتعلمها لكي تتقنها لأن السوق يعني السوق مشبع بهذه اللغة أو بهذه المنتجات الموجودة وكلما كانت اللغة مستخدمة في أكثر منتج كلما كانت أكثر استقرار كلما كانت منصة مستخدمة في أكثر منتج كلما كانت أكثر استقرار وهكذا لكي تصل للمعلومة الصحيحة تحتاج أن تبحث تحتاج أن تسأل هذا قبل أن تختار التقنية التي ستصرف عليها المال والوقت لكي تتعلمها واختيارك يجب أن يكون منزوع العاطفة اختيارك مبني على الأصلح وليس الأحسن فهذه النصيحة ولك الخيار أنك تبحث وتجيب على السؤال القائم كيف تصل للإستقرار الفني في الوظيفة لكي تصل إلى الاتقال نجي لي المؤسسة أنت شخص تريد تأسيس مؤسسة تكوين فريق الدخول في غمار التنافس في هذا المجال على الصعيد المحلي والعالمي فين بغي لك فنيا على الأقل أن تركز على النجاح محليا ثم الانتقال العالمي إن لم تستطع أن تنجح محليا لن تستطيع أن تنافس عالميا فأن تنجح محليا يجب أن تستمع بإنصات لإحتياجات وليس متطلبات العميل للإحتياجات خاصة والمتطلبات عامة وإذا تمكنت من تنفيذ المشروع بناء على احتياجات العميل الخاصة وتستطعت لتحويل هذا المشروع إلى منتج يتناسب مع عملاء مشابهين لهذا العميل ستصل إلى التركيز على مجال محدد على منتج محدد توفر فيه الخدمات وتوفر فيه المهارات اللازمة في اتجاه محدد الوصول لهذه المرحلة ليس بالأمر السهل ولكن يحتاج إلى مهار إدارية وخبرة إدارية في المقام الأول مدعومة بالخبرات الفنية هذه النصيحة للمقدمة ولك أيضا أن تبحث في هذا المجال تمام لأن أغلب التجارة التي رأيتها هي أن المؤسسات تفتح المضمار لبيع الخدمات وليس بيع منتج أو خدمة محدد تمام وتوفير الخدمات بشكل مفتوح هو أمر منهك للمؤسسة ومنهك للموظفين وليس له استقرار هو هدام للاستقرار الفني وهدام للاستقرار الوظيفي وبالتالي أيضا يزعز استقرار المؤسسة هذا على مستوى المؤسسة على مستوى العميل العميل السؤال المطروح هو الذي تجي إجابته كيف أصل بالخدمة أو المنتج المستقر الخدمة أو المنتج المستقر هو هو المنتج أو الخدمة الرائجة التي تقوم على توفير الخدمة والمنتج فيها أكثر من مؤسسة أو تكون مؤسسة ولكن بفروع وكوادر متوفرة يوجد وفرة في الخدمات في الخدمات لأن وفرة الخدمات ووفرة الفنيين في المجال هو الذي يؤمن خدمات ما بعد البيع وفي السوق المعروف أن المنتج الذي يعيش هو المنتج المدعوم بخدمات ما بعد البيع خدمات ما بعد البيع تضمن توفير الصيانة توفير الأصلحات توفير الدعم الفني كل هذا هو الذي يحكم على سلاسة وسهولة استخدام المنتج أو الخدمة وكل مكان مقر المؤسسة أو مقر الدعم الفني يعتبر قريب من قريب للوصول وسهل الوصول لك كل مكان يمكن الاعتماد على هذا المنتج أو هذه الخدمة حتى وإن كانت الخدمة مستواها متوسط ولكن العبرة في الجاهزية والتوفر في تلبية الاحتياج هذه النصيحة المقدمة والسؤال لازال قائم أيضا يمكنك أن تبحث عن إجابة عبر البحث أو عبر السؤال شكرا لجميع السلام عليكم ورحمة الله شكرا